موسيقى إذا كانت الوطنية في كرة القدم إذا ما كانش الأكسجين كي يغيب الأكسجين نجيبه كرة القدم نتنفسه منها كل العصابة نقول لكم كلهم وكلهم كانوا يقول لكم على أنه الوطنية والفريق الوطني وربحناهم وجبناهم وجايب لك الفلسطينيين يحتفلون بالجزائر والجزائر يحتفلون بفلسطين والقضية قضية فلسطينية لا ويزارة الدفاع تعلجزائر خرجت بيان قالت لنا على أنه هناك تهديد على الحدود أيوة هناك مشكل مع العدو المغربي أيوة هناك مشكل في الحدود تأسحل مالي نيجر تشاد ليبيا نعم أوكي خرجت بيان نحن كنا في الانتظار وش يقول بيان وش يقول أنه شنجرحة يهنئوا الفريق الوطني اليوم 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 الأحد يعني غادات غادات الوطنية تعوزر الدفاع والوزارة وتبون وخرجوا هدو على أنه هناك البارح في الليل كانت وطنية تعرفوا اليوم وش كانوا لم تعرفوش ايبا ما زال هالناس تستنى في الكاميون بتاع البمبون دو غاز يعني الكاميون ليجي بالغاز بالقشابية مساكن في البرد يستنى وفلاشان يستنى الكاميون يجي يجي ملارا فينري ولا من صنا تراك ولا مالا باليش مني يجي بول أنا حاب نسألك الناس شفتوا الوطنية في قضية الغاز وجايبلك الفلسطينيين يحتفلون بالجزائر والجزائر يحتفلون بفلسطين والقضية قضية فلسطينية لا ليس هكذا القضية الفلسطينية قضية مبدأ تاع شعب يقاوم الاستدمار مثل الشعب الجزائري اللي يحب يعاونه يعاونه بالسلاح أعيدها وأكررها ما عندي حتى مشكلة ما تعاونهم لا بلملاين يديهم عباس ولا بكرة القدم وهذا كتصورت على أنه هذا الشعب مع هذا الشعب رحوا شوفوا كاشناس واحد اخرين ولكن نريدكم عندما تقصف الأراضي الفلسطينية مدوا لهم سلاح نتحدوكم لتمت نكشف قضية فلسطين ظالمة ومدلومة شكون يجيب هذه الأخبار اللي يجيب هذه الأخبار هي صفحات ومواقع ومواقع والناس طبيعة البشر ناس بارتاجي لأنه الشعب الجزائري عنده طيبة على أنه هذا التضامن الناس في فلسطين تحب الجزائريين هذه معروفة وهذا صحيح أيضا هذا بالمناسبة صحيح ولكن نعود ونرجع للجزائر إذا كانت الوطنية في كرة القدم إذا كانت الوطنية في كرة القدم المشكلة راه منتهي حكيتها بلون إذا ما كانش الأكسجين كي يغيب الأكسجين نجيبه كرة القدم نتنفسه منها وكي يغيب الدواء نجيبه كرة القدم مدام هي الوطنية وهي الفرحة وهي النجاح كل العصابة كلهم كل العصابة نقول لكم كلهم اللي كان يقول عليهم الشعب كليتوا البلاد يا السراقين كلهم دفعوا البارح وكلهم كانوا يقول لكم على أنه الوطنية والفريق الوطني وربحناهم وجبناهم باش يتغطاو وباش يتخباو لأنهم خايفين تجي دولة القانون واللي يدادوا ويرجعوا اللي دا دوروا بيدون حق تيرجعوا وزارة الدفاع الجزائرية خرجت بيان بالأمس الله أكبر واش كاين وزارة الدفاع تع الجزائر خرجت بيان قالتنا على أنه هناك تهديد على الحدود أيوا هناك مشكل مع العدو المغربي المغربي أيوا هناك مشكل في الحدود تع الساحل مالي نيجر تشاد ليبيا نعم خرجت بيان نحن كنا في الانتظار واش يقول بيان واش يقول أنه شنغريحة يهنئوا الفارق الوطني سوى هذا شنغريحة ووزارة الدفاع ناس مجنين ناس مهبل سوى الحكاية الهدود والمخاطر الخارجية كشفتهم بالأمس وكل شي خرطي وفستي سوى على أن هؤلاء أصبحوا خطر على الأمن القومي الجزائري ما دخلك أنت يا شنغريحة في الفارق الوطني واش دخلك تحب تشجع الفارق الوطني؟ لا كذلك ما قلنا لكش ما تشجاش وما قلنا لكش أنت ماشي جزائري ما تكتبش للفارق الوطني باسم وزارة الدفاع وما تدخلش روحك في شيء خاطيك لو كانت الدولة على القانون يا شنغريحة وصحابك بمجرد تخرج هذا البيان يجيبوك للبرلمان ويسألوك هل مخول لوزارة الدفاع أنكم تخرجوا بيان رسمي يشجع كرة القادم؟ إحنا عندنا وزارة الدفاع تشوف الماتش؟ إحنا منصب وزير الدفاع في الجزائر وزير العصابة يدخل روحو في كل شيء حتى لما جاء هذا اللي معتوها تع فلسطين جامعه في السيارة السيارة اللي جا فيها تبون كان ركب معه شنغريحة يروح الجامعة يروح معه يروح الفارق الوطني يروح معه يروح يشوف واد الحراش يروح معه إذن حدار يغلطوكم كل العصابة اللي خرج الشعب وقال لهم كليتوا البلاد يا السراقين كلهم بارح كانوا يشجعوا الفارق الوطني وأصبحوا وطنيين أكثر من الشعب الجزائري ماذا يريد النظام؟ ماذا يريد؟ يحبوا ينسونا على أنه أنت ما انتهتش نحن اليوم في طورة في طورة سلمية نحن هنا من أجل إحباط كل بروباقنداتكم ما نخلوكمش دقيقة وحيدة تكتبوا على الشعب ما نخلوكمش دقيقة وحيدة تكتبوا على الشعب جاتكم الوطنية في كورة القدم الشعب ما شافهاش الأكسيجين مكانش الوطنية في الأكسيجين مكانتش الوطنية موت يا شعب ولما شعلت النيران في منطقة القبائل ما كانتش الوطنية خلي هذا الشعب يتنحرق ومعرفتوش تجيبوه طائرة وحدة طائرة وحدة ما استطعتمش تجيبوها لأنكم فشل والناس ما لقاتش خارة الحليب المدعمة من أموال الشعب واحد شخص قال لي مدعمة من الدولة لا مدعمة من أموال الشعب يعني من لحيته بخرله لسنا أغبياء أين كانت الوطنية وكيجي شهر رمضان يأتي شهر رمضان كل الأسعار تطلع كانش الوطنية تأكلو الشر ويزيد يهينك يقول لك دير اسمك في القائمة أي وش من قائمة تعقفة رمضان كل هذا وما تحبوش طورة ستأتي الطورة الطورة ستأتي تحبوه لما تحبوش مش انتم اللي تقروا الشعب هو اللي قرر شفنا على أنه عصابة الوزراء شفنا عصابة الجينيرالات شفنا عصابة الرئاسة شفنا عصابة الأحزاب السياسية شفنا عصابة البرلمانيين شفنا عصابة برج بوري ريج شفنا عصابة كوندور شفنا عصابة رئيس بلدية الجزائر الوسطى وشفنا 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 إذن نحن ما كناش نشوفو في الماتش اسمعوا يا مخابرات ويسمع الشعب الجزائري والشباب نحن ما كناش نشوفو المبارات نحن كنا نشوفوش كاين خارج المبارات وعندما نبحثو نجدو كل هؤلاء شفنا وزير التجارة اللي هزمته شكارة الحليب وزير التجارة اللي هزمته البطاطا وزير التجارة اللي هزمته أسعار الدجاج قاع خرجوا شفنا وزير العدل اللي خرج شفنا تبونهم اللي خرج أيضا وش راه صاير وش راه واقع هل الجزائر دالت ورجعت الاستقلال وحنا ما لابناش لا كلها تغطية للفشل تحو كلها محاولة لبيعك أنت وأنت أن الوطنية هو العالم الجزائري وكورة القدم أتحدى كل الجزائري وكل جزائرية خاصة أن هؤلاء هؤلاء ل ل ل لعندهم ولاء هدو ما أولياء العصابات أتحدى أنه يدير عالم الجزائري يوم الجمعة ويخرج في قلب العاصمة يدير العالم الجزائري وخرج في قلب العاصمة ستعتقل خرجت وكأنها وطنية ولكن ما الغرض منها كينزوج نقاط لازم نوضحها لهم نحن كورة القدم مارسناها ونحبها هذا موضوع آخر الموضوع ليس كورة القدم وليس الفريق الوطني وليس الشعب الجزائري بعض الناس قال لك هؤلاء الأحرار ما يحبوش الشعب أبدا نحن المقاومة عمرها ما كانت ولا تكون ضد الشعب الجزائري أبدا مهما كانت الظروف حتى الناس اللي انتخبت يوم 12-12 نحن ليس ضدها لأن قراءتنا لهذا الفينومان ما نشوفوش النتيجة نحن نذهب إلى الأسباب إلى الأسباب إذن قضية كورة القدم لا لدينا مشكلة مع كورة القدم وليس لدي حتى واحد يعقدنا وليس لدي حتى وقت نتكلم على كورة القدم